السلام عليكم. سلام عليكم. يمكن الانتخابات سنحلها بأعيون مغربية وأعيون جزائرية. يعني الطورة المغربية اللي كانت في السنوات الأخيرة في العديد من المجالات. سواء البنيات تحتية او النتائج رياضية لحقا سجميع المنتخبات الوطنية والأدية الوطنية بالاضافة للقوة المغربية داخل الاجهزة الالتحاد الافريقي بدخول فوز القجاع في عضوية الالتحاد الافريقي ورئاسة اللجنة المالية الالتحاد الافريقي واللي خلقات العديد من الآراء وضجة كبيرة في أوسات الشارع الرياضي خصوصا في دول الشمال الافريقية بأن الطورة المغربية اللي تحققت والطفرة الكوروية والنتائج ريالية اللي تحققت كانت وراءها امور بعيدة عن مستوى الرياضي ولكن في الاخير جميع الاشخاص اللي اللي شكوا بالنتائج الرياضية المغربية اكدات نتائج اللي حققت خصوصا في كأس العالم الاخيرة لأنه المغرب بالعامية المغربية على البارع المنتخبات الافريقية والمنتخبات العربية مبقاش هناك حديث حول نتائج غير رياضي بالنسبة للكورة الوطنية يعني الوضع بالنسبة للجارة الشرقية والالتحاد الجزائر للكورة القدم من خلال رئيس الالتحاد الجزائري والغياب ديالو عن العضوية داخل الاتحاد الافريقي نتحدث لها عن طريق زملاء جزائريين لأكدوا بأنه الفشل الدريع ديال الاتحاد الجزائرية ورئيس دياله في السيطرة لا يسمى نقولش في السيطرة بالدخول الأجهزة الرياضية في الاتحاد الافريقي وهذا فشل الدريع لتأكد من خلال النتائج الرياضي اللي حقق المنتخب الجزائري الأول اللي غيب عن كأس العالم الأخيرة والفشل الدريع لكن في الاندية الجزائرية للغياب دياله على منصة تتويج رغم التتويج الأخير للاتحاد العاصمة المدرية العاصمة الجزائرية بكأس كونفيدرالي الافريقي ولكن في المصابقات في الخمس سنوات الأخيرة والمصابقات القارية ومن هناك نقوله المصابقات الأرية الأعلى فيها هو لاتشامبيانس ليغ عصبة الأبطال الأفريقية غياب تام الاندية الجزائرية ما نقولش على منصة تتويج عن دور نصف النهائي المصابقة القارية يمكن الكرة الجزائرية تعاني في صمت خلال السنوات الأخيرة بعد الطفرة اللي كانت سنة 2006 بين 2010 و2014 جد تراجع الدريع ديال الكرة الجزائرية والحضور دياله على المستوى الاتحاد الافريقي بل مقابل كان هناك حضور هائل ومهول وقوي للجامعة المالية المغربية لكرة القدم وهذا ما يمكن لنا إننا نفتاخده به هناك مغاربة خصوصا أننا كإعلاميين وكجماعي المغربية كان نشتغلوا وكان عاينوا كل ما يتعلق بالبلد ديالنا والتطور يعني التفوق رياضي بي يكون متفوق رياضي ما يمكن أن نتحدث لها في جميع المناسبات اللي كانت تعطاني فيها الفرصة بأنه التفوق رياضي في كرة القدم يجب يكون عندك العديد من الأمور باش كن متفوق رياضي أول الأشياء بنية تحتية والحمد لله المغرب في العشر سنوات أخيرة والعشرين سنة الأخيرة منذ صعود الملك محمد السادس المملكة المغربية والخلافة دياله المرحوم الحسن تاني يكون هناك الشغل كبير على البنيات التحييتية وشفنا الشمال المغرب وجنوبة المغرب يعني العديد من الملاعب على المستوى العالمي تشيدات وملاعب على المستوى ثاني تهي تشيدات المغرب واللي يتحدث لغة كأس العالم أبقاك يتحدث لغة كأس إفريقيا يحتزان كأس إفريقيا الآن المغرب إن شاء الله سيكون أول بلد عربي وفي شمال إفريقيا يحتزان المسابق العالمي في حالة صرافة دياله ورفقة إسبانيا والبرتغال هناك جمهور باش تكون قوي دوين على البنيات التحييتية متضر يكون عنك جمهور قوي وجمهور مغربي ولا عالم فارقة ما نقولوش عن المستوى القاري وعن المستوى العالمي وكأس العالم في قطر كان الحضور المغربي مؤثر كبير في تألق في تألق ديال النخبة الوطنية يمكن نقول لك خمسين في المئة كانت أرجل اللاعبين لوصلتها النسب النهائي ولكن خمسين في المئة التانية كانت حناشية الجماعية المغربية لإخلالات أشبه الوالدة ديالك يكونوا في مباراة النسب النهائي ومباراة الترتيب بالإضافة لهذه التوناء هذه من ضروري لاعبي لمستوى العالي لاعبي لمستوى العالي الحمد لله اللاعبين المغاربين كنشتوف أعلى الدوريات العالمية والقيمة السوقية ديالهم هي الأعلى على المستوى المغاربي والإفريقي واللوكي نفسه لاعبين عالميا والطرف الثالث والطرف الرابع هو الأهم هو الحضور المغربي على المستوى الافتحاد الإفريقي اللي كنا غبنا عليه لسنوات عديدة ولكن مع الحضور ديالفوز القجاه والعديد من الأشخاص في العديد من اللي جاءنا في الافتحاد الإفريقي يعني المغرب لقدك التوليفة الكاملة لعودة الكورة المغربية للمستوى العالي ويمكن هالتوليفة هذه يمكن أن المغرب سيظل دائما فيه وسيشتغل على الدوام سواء بحضور فوز القجاع او بالخلف دياله لانه المغرب ليس مرتبط بفوز القجاع المغرب مرتبط بالاسم دياله بطبيعة حال اه لا بد الشكر فوز القجاع والرجالات ليشتغلوا معه ولكن المغرب وصل لواحد نقطة لا تراجع عليه الخاف لانه المغرب وصل للسياسة الرياضية التي هي مستثمر رياضي منك نقول السياحة منك نقول الاقتصاد منك نقول المجتمع نقول رياضة بالدرجة الاهم قرة القدم وشفنا جدات في الشارع الرياضي المغربي بعد كأس العالم بنية تحتيار رياضية في المغرب اه اه ليست مرتبطة بفوز القجاع مع احترام دياله للرجل البنية التحتيار للمغرب مرتبطة بالمملكة المغربية لانه ليس لا يمكن بان نورج الواحدة يكون هو السبب المباشر في تشييد الملاعب اللي اللي كي احتضرنا المغرب لانه تشييد ملاعب طانجا اقادير فاس اه يعني مراكش العديد من الملاعب والملاعب لجدات واعادة شيء دياله مرتبط قبل فترة فوز القجاع يمكن فوز القجاع اه بالعامية المغربية فرق احد الناهضة الكوروية او الاكسياسة الملكية او بطبيعة الحال اذا لم لقيتك سياسة مملكة المغربية المملكة المغربية بقيادة ملك الفلاد محمد السادس اللي اشتغلت بدرجة كبيرة على المستوى الرياضي يمكن تأخرنا بعض شيئا ما في توقيت زمن النهوض برياضة الوطنية لأمور ما يمكن سياسية عند تولي الملك محمد السادس خلفا للمرحوم حسن تاني ولكن في توقيت زمني باتت كرة القدم التوهج الاول على المستوى الرياضي الملك البلاد والمناظر الوطني اللي كانت بسخيرات كاترسالة مباشرة لجميع المسؤولين المغربة للنهوض بأهم قطاع الرياضي وكتعرفت يا زميلي يتعلق المغربة بكرة القدم وشفنا أشنودات في كأس العالم في قطر يعني مبقاة كرة القدم مرتبطة بالشباب المغربي والرجل المغربي أصبحت حديث شارع المغربي عامة عائلات يعني شلوخ شياب فتيات رجال النساء أصبح الحديث عن كرة القدم الوطنية يمكن الوجه دي الواليد الرقراجي واللاعبي المنجخب الموطني يخصون متقلقين يمكن هو الوجه اللي بات أكثر شورة في الشارع الرياضي المغربي في السنة الأخيرة وهاتش بحديث اللاعبين أنفسهم اللي وكلقوا ما نقولوش مشاكل فرحة كبيرة في التنقل في الشارع الرياضي المغربي لأنه نجمون المغربي ولا ولا فرحان بيوم وهذا الفرحة دي خاصة تستمر لأجيال وأجيال 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 من الدول الرائدة عالميا منك تحدث على أرمانيا لبرازيل يعني فرنسا إيطاليا يعني سنوات يمستمر في كرة القدم ويمكن المغرب يوصل واحد لمستوى العالمي اللي يزل باره على إفريقيا كامل وعلى شمال إفريقيا لأنه وصلنا واحد لمستوى مشينا في ذاك المصار اللي كيشتغل فيه المغرب ليس على المستوى الرياضي لأنه الشي اللي تحدثني ما ندوش على المستوى الرياضي إلا بطل المغرب على مستوى البنيات تحت يعني دون الحديث على أهم مستوى اللي كي نفاتش كامل هو المستوى الأمني لأنه استقرار الأمني اللي كيعيشه المغرب هو اللي خلال إسبانيا والبرتغال والاتحاد الدولي لكرة القدم يدعم حضور المغرب في 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 ليكون آآ طالفا مهما في احتضان كأس العالم شاء الله الفين وثلاثين ما نشوف المستوى اللي وصل لها المغرب بقيادة ملك البلاد ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فعلى المستوى الرياضي وخصوصا على المستوى الكاري أصبحنا كبار على الحديث عن هذه الأمور لأنه النتائج رياضية يلي 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 كتخليك تأكد المستوى اللي وصلت لي ولله النتائج رياضية نسبني هي كأس العالم أنا ما فيش الفلوس هذا الفوز بعصبة الأبطال الأفريقية بالويداد وفوز راجع بكأس الأندي الأبطال العرب وفوز النظر بركانية وتمثيلية المغرب باحتضان كأس الأفريقية للصيدات واحتضان كأس الأفريقية القليل من ثلاثة وعشرين سنة يلي ما فيش الفلوس. ما حال كدك ما تعطيب العامية المغربية؟ هذا العامل هو اللي كيأكد الحضورة المغربية ومنك وانا عندي عني صداقة مع إعلاميين جزائريين اللي كيأكدواتي اللي تحدثت عليه بدوني بدوني يعني بغينا ولكننا كاتتجمعنا العديد من الأمور مع الجارع الشرقية على المستوى الدين على المستوى اللغة وكلكنتي لا يتقبله على العقل. والإعلاميين الجزائريين اللي عندهم وحدة المستوى ليكون لما يكون عندهم مستوى تقافي ذات غير ظيارة عن المغرب Bloody嘛 بل يكن هذا من كونه الكروية والنها ضمت إلى مستوى الجميع المجالات والحضور ديال المغرب على المستوى الأجهزة الرياضية. والعودة دياله للمغرب على المستوى القارب بلعودة المغرب للاتحاد الافريقي. ليس في قرات القارب عودة المغرب للاتحاد الافريقي. اثناء الذيرو المالكي الشهر القطع ال الإذواء الافريقي و عقد مغرفت على أفريقيا افريقيا السافدت من عودة المغرب. والمغرب يعطي لالفريقيا القوة ديليلي milliة المجالات. حقos أن island inalsائيليين جزائريين على الفشد الدشنلي peux filtre في بتطوير كورة القدم الجزائرية. في النهوض بالعادية من القطاعات في الر kokyan الجزائرية. وشي لأحضور المغربي الآن في كأس العلم أقل من السبع 타اش لسنة. الحضور على الأولين بية بroz三 سنة بعد التواج القاضي. حضور المغربي المنتخب الأول في كأس العالم. حضور الآن ديال وطني باللويدر في مون دياللي للتوين فوز ديتو بعصبة الأبطال الإفريقية الموسم الماضي وهذه السنة فشل في الفوز بعصبة الأبطال الإفريقية والهزيمة ديتو في النهائي ولا فشلذاريع في الكرة الوطنية بس عفظ المستوى اللي وصلنا عليه يعني منك يقوله me عندك المستوى تفشل في النهائي وفشل داريع رو وصلتي واحد لقمة ديتها للقرية الإفريقية انتم إنناه هاتش ينحفرض عليه وبالنسبة بالنتهالية الجزائرية يمكن üzere الفشل هذا كلي سنوات يعني اللي بقى الارتباط ديالها بالكرة المغربية غايز يزير الفاشة الكبر. انا كان طلب من من زملاء ومن يعني المسؤولين امتحها للجزائري يركزوا كتير على الكرة الجزائرية وتطبيق الكرة الجزائرية. والوصول لمستوى اللي خلاتوا الكرة الجزائرية في سنوات. لاننا لبقى التعلق بالمغرب. يمكن المغرب يقطع عشوات كبيرة. ما نقولش بان انا كنفتاق على 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 الاحوة الجزائريين. نتمنعوا يصلوا لمستوى دي للمغرب. ولكن من ضروري من ضروري. يعني تفادي هذا النظر هذه بانه المغرب هناك امور اخرى جعلت الكرة المغربية تصلوا لما وصلت اليه. ممكن ان ندو به اولا كرياديين لانه قبل كل شيء الرياضة هو احترام تخصصات ولا يمكن بانه اندمجوا رياضات اللي 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 يشارك في الراجل مع رياضات يشارك فيها الانتا. في المسابقات العالمية وفي الالعاب الاولمبية اللي كتبقى اعلى تظاهر رياضيك هنا في الكون. هناك رياضات مخصصة للنساء. هناك رياضات مخصصة للرجال. يمكن الاتحاد الجزائري. اه الا الا استطاع بانه يدير ذاك الضغط دياله بالنسبة بكونه هي. هو البلد المستضيف في مصابقة عربية ومصابقة افريقية. ولكن على المستوى العالمي. لمشتي الالعاب اولمبية ولمشتي البطولات العالم. ممكنش الناس دوليين غاديد 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 بتحكي اليوم بين قوصين بالتلاعبات هذه ورية قوة المغرب لانه قوة المغرب اصبحت على المستوى العالمي. جاوزنا على المستوى العربي والافريقي لانه كنعرفوه. تظاهرات عربية اه اه بغينا ولا كنا انا اه مم اعترش به دولين كتبقى ديك القومية العربية. لانه التظاهرات العربية دارت اول الاشياء لللمة العربية. قبل 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 المنافسات والصراعات كانت يعني اه هي مناسبة منافسة لللمة العربية من البحرين الى الى المغرب. ولكن هناك اشخاص وهناك دول بين الجارة الشرقية ترغب في جعل هذه المصابقة. اه يعني تنافسا غير خارج على النطاق الرياضي. وهذا الشغل يكون ضرر فيه. غير 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 الجزائر لانه تظاهرات بالنسبة للمغرب. هي تحضير المصابقات العالمية. ما كنت قلوش المصابقة العربية اللي الفوز بها والانتصار بها لانه مسابقة بين قوسين كتبقى كما قلنا ذاك الالتحام العربي. ولكن من غير مش للمصابقة العالمية ومن غير مش للمصابقات الكورا. راتم مرا ما كينش هدع انت وراتم مرا كين غير. تمكن اه يعني واحد القانون عام على جميع دول العالم. ويمكن تصنيف اللي واللي عند المغرب على المستوى كورا القدم. بدخل يعني وصلنا للرجبة الحداش وان شاء الله مستقبلا. يمكن تقدموا فيه. والتطور يلو على العديد من الرياضات. مبقاش الامر مرتبط بكوراة القدم. دون الحادية عن علعاب القيوة والملاكمة ورياضات اخرى اللي يتطور في المغرب. نتمنى صادقا من الاخوة الجزائريين. يحيدوا ديك اه حيدوا المغرب من بالهم. يحيدوا المغرب من بالهم لانه المغرب. اه كي يشتغل. كي يبغي. الان اصبح يفكر على المستوى الاوروبي. والان المغرب. ولينا كنفكره كيفاش نفوز على فرنسا. كيفاش نفوز على ايطاليا. كيفاش نفوز على الولايات المتحدة الامريكية. وهذا هو السؤال اللي با ينطرح لكم. وهذا هو السؤال اخير. المغرب حاليا مبقاش كيف يفكر في المشاركة في المسابقات الدولية بالفوس. وهذا اخر اخر تصريح اللي كان ديال كيليام بابي لاعب باريسان جيرمان الفرنسي هو بانه المغرب يبقى ابرز مرشح افريقي الفوس بكأس العالم الفين وثلاثين. هذه رسالة مباشرة للجميع الخصوم دياله. بما ان القرعة جرت يوم امس دي الكأس العالم. اه اللي وقعت للمغرب في زامبيا. والعديد من دول خمس دول مع المغرب. يعني الشارع المغربي مبقاش كيتحدث على الاقصائيات. اعطي الواحدة راوشين ساعة بعد القرعة. يعني الشارع المغربي يقول لك يتحدث يعني على نصف نائية لقبيل الفين وثلاثين. ودرى مستوى فكري عالي وصلني. بس توصلن هدى المستوى فكري انت كنت تعمل القرارة الافريقية. اطلاع ليس بالامر السال. وواليد الدقراجي والاشبال دياله ورفعوا البارة بزاف على المغربة نفسهم. احتى تصريحة الوليد الدقراجي يقول بان انا حطيت راسي فرحت الوضعية اللي صعيبة ولكن انا رشل تحديات. وليد الدقراجي يمكن هدو الرسالة اللي عجباتني فيه قلبي انه ورغم انه ورفع البارة ولكن انا رشل تحديات واللعب اللي عندي رجال تحديات. وهذا الشي اللي يخلل صوى الجزائر والعديد من الدول اللي كتشوف من المغرب بانه وصل لمستوى هذا بطرق ملتوية. الاستحقاقات والانجازات اللي دار المغرب والاستحقاقات للصرف المغرب كنت تأكد بانه كيف ما تحدثنا في الاول بانه هو مشروع مملكة بقيادة ملك البلاد. مشروع رجالات اللي موضعين في المكان ديالهم. يعني الرجل المناسب في المكان المناسب وهذه اللي خاصنين شغل باكثر في المغربية اكثر لا هي كرة القدم. نعم كرة القدم هي رياضة شعبية ولكن بيشوفون كرة السلة كرة الطائرة خصوان رياضة رياضات الحية. رياضات الحية بعد كرة القدم عندك كرة الطائرة كرة السلة كرة رياض الألعاب عندهم موحشة شعبية من بعد كورة القدم عند المغاربة وتمنى يخرجوا النفوذ القجاع في هذه الرياضة بش نوصلوا للمستوى العالمية فيهم إن شاء الله